نايف من أبو ظبي يقول ما حكم وصية الميت بمنع شخص من الزواج بفتاة يريدها نايف بارك الله فيك إذا أوصى الشخص ابنه ألا يتزوج بهذه الفتاة ثم مات هل الولد ينفذ الوصية أم لا هذا يختلف يا أخ الفاضل باختلاف طبيعة الحال فإذا كان الوالد قد أوصى ابنه بعدم الاقتران بهذه الفتاة وذلك لكونها سيئة الأخلاق لكونها مثلا لا تتناسب يعني لا تناسب ابنه من حيث الدين من حيث الخلق أو من أسرة سيئة يلحق أسرتك مذمة و معرة يجب على الإنسان أن يلتزم هذه الوصية يلتزم هذه الوصية أما إذا كانت البنت صاحب الدين و خلق و من أسرة محترمة ولا يلحق أسرتكم شيء فإن هذه الوصية لا تلزم الوصية هذه لا تلزم و يعني الأفضل للإنسان أن يراعي هذه الوصية خاصة وأن الوالد ما أوصى إلا يعني وهو مطلع على أشياء قد لا يكون الابن قد اطلع عليها لكن عموما لو الابن يعني اقترن بهذه البنت و هي يعني صاحب الدين و خلق من أسرة محترمة و بالعكس يضيفون إليه إلى أسرته يعني سمعة و خير لا يلزمه أن ينفذ الوصية أما إذا كانت الفتاة لا سيئة الخلق مثلا لا دين عندها أو تمارس أعمال تخل بالشرف و العرض فلا يجوز له لا يجوز حتى لو لم يصه والده لا يجوز له أن يقترن بمثل هذه السيئة لأن الله تعالى قال الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات و قال جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فتنبه لهذا بارك الله فيك